لكل الناس اللي بتعاني من ضعف النظر فيه تقنية اسمها الليزر بس فيه ناس بتخاف منها فاليوم حنتكلم بالتفصيل إيش هي وإيش البروزس لأنها صراحة بتحل كتير مشاكل وبتعيد النظر مية في المية شوفي معنا موسيقى قم بحثة طبعب اجب ان تبيعهم بحثة طبعي بحثة طبعب بحثة طبعات بحثة طبعا كما يزاوك بحثة طبعا خلالك ببينة ثم أصابت عن ربع تفصيل وفي رحلت المساعدة عن هذه المزيدة ووصف المترجمات إلى المزيدة ومع ذلك مزرعي عن هذه المزيدة ومعني أمور جزائعي عن مزيدة بأن هناك أحرك مغلق بلد أسلاطي ومع ذلك فإن أعطني أفراد مجدداً سيكون أفراد مجدد سيكون أحياناً ومع لديها أفراد بشكل موضوع لقد أتمنى أن أتمنى في طريقة المتنمى سيكون حقاً كمينة 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 أرحبت على سبيل بل أن تكون مرحباً حسناً. جميزة بعملت الله. مبحث على منعك، أنت حسناً. تحديث بمعك. في الأمية التي تظلت على الطريق، تحديد شكل عبد. حسناً على الأمام لن أحد رأسكي. وكما يبدأت بسببنة و تخزصكة بتخزصية إليها. وترجمة نقل المنزل. اما ينحق الفذحي هنا. سألت بحيث grace. لنستجサح بواقعة الأمام لأمام المنزلين من الحصفة. يا عين يظهر جميل لنظر في أولاً أعمل أفعل منكم أفعلنا أنه يفهمت بعمل جديد هذه المنطقة التي يقوم بعمل أكثر من تجربة نظر هذا أكثر من تجربة تجربة أكثر من تجربة تجربة أكثر من نظر على قطاع الشرق كما ترى في هذا الفيديو، فهي تقوم بإمكانية لتخلقاتك. تقوم بإمكانك الأميز من الإنسان وليس هناك إمكانك على الإسلام على الإسلام. لذا، فهي محاولة ومعاً، 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 فهي مفيد. وكما ترى، في النهاية، فهي تقوم بإمكانك الأميز من الأميز، وهي مقابل لكي ميوبيا ثم في 23 سنة تستخدم لذلك إنه جميل، إنه بخير، إنه بخير، إنه بخير، حسنا؟ لذلك دعني أجدك في داخل المنزل ونرى كيف ستحرك هنا نحن في المركز البريطاني يستخدم التقنيات Fem to Smile هذا يعتبر الجيل الرابع من عمليات تسليح الإبصار جميع عمليات تسليح الإبصار تعتمد على القص في الطبقة الخارجية معاد هذه التقنية التقنية دي مزيتها الأساسية نحن بنحافظ على سطح القرانية الخارجي وبالتالي المريض تقدر العملية تقعب معها فترة طويلة بدون ما تحصل أي مضاعفات أو مشاكل هنا الفكرة إن ما يحصل الليزر بيشتغل بدون طبعا مشرط أو بدون قص للقرانية وفي نفس الوقت سطح القرانية الخارجي كله طبيع بدون ما نعمل فيه قص وبالتالي أقدر عالج مأسات عالية وفي نفس الوقت أقدر أعالج بدون ما أعمل قطع في الطبقة الخارجية القصة النظر بيقدر نسحبه بمنطقة البساطة من القرانية طبعا دا لو قرناها بتقنيات تانية مثلا زي تقنيات الليزك أو تقنيات الانترا ليزك دي كلها تقنيات بتاعتمد على قص في الطبقة الخارجية زي مرة حضراتكم هنا مثلا تقنية الليزك اللي هي الشائعة طبعا بس إحنا في المركز بريطاني وطلنا نستخدمها بصراحة لأن فكرتها بتعمل قص في الطبقة الخارجية باستخدام مشهط فإحنا ضد هذه التقنية تماما إنها بتضعف القرانية شوي فبالتالي الفيمتو سمايل يعتبر أأمن منها كل تقنيات ممتازة لكن إحنا مازلنا شايفين إن الفيمتو سمايل يعتبر من أأمن التقنيات دلوقتي وأحدث التقنيات لتصحيح النظر وفي نفس الوقت بنقدر نستخدمها للمرضى اللي عندهم قصر نظر شديد أو المرضى اللي سماكة القرانية عندهم ضعيفة أو المرضى اللي كانوا متجاهزين تعملهم زراعة عرسات طبعا زراعة العرسات عمليات كويسة لكن لو أن أقدر أشتغل على القرانية نفسها أحسن ما أضطر أن أزرع عدسة داخل عمليات